اشتركوا في القناة بأخبار ومواضيع مهمة فاصل قصير وناخذ فقرة فايس توفيس خلينا نشوف اش عدنا مواضيع بها الفقرة خليكم ويانا لحادي يروح بعيد حياكم الله من جديد في فقرة فايس توفيس عدنا مواضيع مهمة وأحداث وترندات صارت بالآونة الأخيرة أول حدث وموضوع مهم عدنا وموضوع يعني احنا مرات نسمع عن شغلات تصير بره بس دائما ما نشوفها بالأفلام بالمسلسلات أفلام الأكشن وغيرها بس ما نشوفها يعني تصير بالواقع حاليا بالعراق بالفترة الأخيرة قمنا نشوف شغلات لا قامت تصير بالواقع وحدة من هذه الشغلات نساء يتاجرن بالمخدرات أي يعني هذا الموضوع نعم نساء تم القائل قبض على مجموعة من النساء يتاجرن بالمخدرات بالمخدرات زين شو وقت صار هذا الحكي بها وقت بها زمن حاليا طبعا مثل ما تشاهدون احنا بالنسبة لنا غطينا صورهم لأنه بالتالي هاي شغلات أنا بالنسبة لها ما أقبل تطلع صورهم أكو صفحات نشرت يعني نشرت صورهم لكن احنا الله يحب الستر هاي النساء كومشوهن متلبسات تاجرن بالمخدرات يعني بابلوس كوبار عزل يعني روح على صفحة يعني أبدا لا تيجي بعد نسواننا قاموا تتاجر بالمخدرات تعرف يعني شنو يعني بعد لا شباب منحتاج وتجار وذولا ماكوا سلاحة بجيبة لا بعد ماكوا جو العبايا وفض الموضوع طبعا تم القائل قبض عليهم أما في منطقة الأعظمية أوصلة يخينا ماك فرق بينات المسافة قليلة لكن هذا الموضوع بده ينتشر بالآونة الأخيرة المخدرات بس وصل مرحلة للنساء مثل ما تشوفون خلينا نشوفوا الموضوع والتفاصيلة وين تم نشره في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك نشرت صفحة ساحة الحبوبي بالفيسبوك خبر مفادة نساء مسلحة نوب سلاح النوب ما شاء الله طبعا اليوم التغيير الجديد الصورة والخبر صار أوضح وأكبر من شاء الله تغييرات جديدة طبعا نشكر المونتيار همام وأيضا نشكر مخرجنا نورس على التغييرات اللي جاية صير هاي النساء مسلحات يعني مو بس يتازرن بالمخدرات لا عدنس لاحم أنا لو أدريت كان طلعت صورها بس يلا ما يخالف يقول تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات من اعتقال عصابة مكونة من الثلاث نساء ورجل يشكلون عصابة تاجر بالمواد المخدرة في منطقة الأعظمية بحوزتهم مخدرات ومواد تعاطي وأسلحة نارية يعني أن المخدرات ممكن أعبرها يجوز واحد ورطهن ابتزهن خلاها نشتغلن بهذا الموضوع بس أسلحة يعني تعرفين تسحبين أقسام وهذا شعدك أتش أس شينك لوك شعدك وولتار ترى شوي صفن الموضوع خلا نشوف التعليقات والناس شنو علقوا رزانة تقول دخيل الله بعد شنشوف شفنا العجب ها بالمناسبة الجماعة اللي ضايجين تركوا تراب رح يجيز سحالين يعني حبطا منكم وبشركم وكتراب أكو عاصفة ترابية قادمة من محافظة الأنبار إلى بغداد عاصفة ترابية يعني بشر إن شاء الله الجو أحمر على برتقالي قاسم يقول من العوز والفقر اكتب الفقر اكتب كاتب الفكر يعني هسان إذا أريد أقرأ أقرأ الفكر خلي له هاي الشخطة الفوق حتى تصر الفقر يا قاسم يا حبيبي يقول لهذا الطريق اتجهوا لهذا الطريق تعالوا شوفوا القبلة بالبصرة بنات طالبات يشتغلن بالمخدرات على مد مصرف الدوام هن يعني انت هسة تعزوا هذا السبب للفقر ليش ما هو العراق كله فقير أنا رجال فقير والله العظيم ليش ما تاجرت بالمخدرات غيري شباب آلاف مؤلفة فقرة ملايين همينة ليش ما تاجروا بالمخدرات لا تنطي سبب ولا تنطي مبرر الشغلة وتريد تلقالها حجة ترجعك يا قاسم العبودي يا حبيبي وانت ما خصورة هيش واقف اقبال واقف اقبال المراي لصير بالموالات بالوكالات ويش ما خصورة من بين صورتك تمنى تشوفوا هزين هيش واقف ما خصورة هذا بقاسم علي مايكل يقول ماكو سبب مقنع غير الفقر والجوع بدون عمل انت همين على قاسم تقالده سالمين أما حبيبي يقول تجار المخدرات أداءكم متراجع حالي لأيام يعني بالحقيقة والواقع بحجة الواقع زين يقول أداءكم متراجع حالي الأيام أما حيدر دخيل طبعا شي يقول حيدر يقول هستلقاهن طالعات ويباعن على المنشور ويضحكن تعال حيدر والله كلامك صحيح يعني بنوع من الصحة يعني صديق هستلقاهن ممكن طالعات ويتفرجن على هذه الحلقة وعلى هذا الموضوع هنا طلعا وراحا يعني عندنا ما شاء الله ناس تقدر تطلعهم يعني لا بيدي ولا بيديك بس هو هذا الموضوع حاليا يتاجرن بالمخدرات وعدن سلاح دير بالكم بعد سلاح عدن هذا كان آخر تعليق في موضوعنا اللي هو موضوع النساء اللي تاجر بالمخدرات وعدن سلاح الآن بس ردفتهم الاسلاح شنو نوعه مين شا خذتنه مين جبتنه يعني النساء تتاجر بالمخدرات وين أروح وين أطي وجهي شح شي شقول على العموم هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس موضوعنا الثاني في هذه الفقرة هو موضوع أيضا مهم جدا وجودك في تفاصيلي هاي غنية لا أنا وين شمرت موضوعنا هو موضوع حزام الأمان المرور يردون الناس تلبس حزام الأمان وبعض الناس حزام ما البنطرون ما يلبسون الله شاهد الناس تلبس حزام الأمان طبعا أنا مع هذا القرار وعاشت ديكم لأنه قرار صائب جدا أنه أنت اليوم تخلي الناس تلتزم وتلبس حزام الأمان وحسب التصريح مدير المرور العام ما يقول بس البارحة إحنا قاصين 3000 وصل أبل 50 ألف مو هو يعني 3000 على 50 ألف إيش قد تطلع 3000 وصل في خمسين حزام الأمان مو هو 50 ألف ترى غرامة حسنا ضارك الأحزام خانقك ترويج منها يأتي من الشتف للصدر ينزل على البطن ما خانقك تلبسه بس مو تروح تسوي لمثل هنا رمزي بالفيلم مات خيطه بالبدي وتبقى ببدي واحد الصيف كل دير بالك هذا هو عدد الغرامات اليوم أمس خلينا نشوف الخبر والتفاصيل اللي أيضا انتشر بصورة كبيرة جدا نشرت صفحة أخوة النظيفة تقول انتشار مفارز المرور أنا بعد شا سوي بك دقية الرقم طلع 150 مليون ما شاء الله يقول انتشار مفارز المرور في بغداد والمحافظات كافة بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وضع حزام الأمان لساقي العجلات ومن يجلس بجانبهم زين من يجلس بجانبهم يعني مو بس هذا القرار القرار انه السائق لازم يلبس واللي يقعد بصف و لازم يعني شوفوا جماعتي اي واحد يسعد بصفوي ما يلبس الحزام انت تدفع الخمسين الف مو آني من هستقلك اي واحد يقعد بصفوي نداء الى كل اصدقائي اللي يقعد بصفوي بالصدر يلبس الحزام وحتى اللي يقعد لي ورا راح طلق للحزام راح اشير الدوش وطلق للحزام انا ما بيا حالة غرام خمسين الف من ورا حضرت جنابك والله العظيم ترح تصدق اللي يصعد بصفوي بعد يلبس الحزام انا بالنسبة لي ألبس الحزام ما عدم وصار له بصورة كبيرة وصار ترند التعليقات شنو كانت يقول الفنان غسان اسماعيل بصفحته الرسمية يقول ياريت الموضوع يكون حقيقي ويحاسبون على كل المخالفات ويطبقون قانون المرور بشكل حازم واتقل حوادث السير اللي خسرتنا هواي أرواح مع الأسف والسلام للجميع ان شاء الله طبعا كل التحية والحب والتقدير الفنان غسان اسماعيل بصفحته الشخصية نشر وكتب هذا التعليق في هذا الموضوع عاش تيدك اليوم دوكوم انتوا أيضا توعون الناس فهذا الشي تشكر عليه يا فناننا العزيز أما ستة شواق من القانونية شي تقول ستة شواق اللي شاعل الدنيا شاعل تقول إمامة إجراء صحيح هذا التزموا بالقوانين لا تصير شوم آخر براس العالم البس الأحزان وسكت ولا تنطي حجة للمرور أي قطك بمعجونية نوبم مشواق ستة شواق أي قطك بمعجونية عزيز المشاهد المعجونية هي عبارة عن خمسة وعشرين ألف دينار راقي عدا ونقدا فتسمى معجونية لأن حمرة شوفوا مشواق مطلعتها لقب تقول ألف رحمة على روحك وصف أتا تحبين يوصف شعبان شو تكل تعليقاتش ألف رحمة على روحك يوصف شعبان أتا تحبين ألو شنو يعني شبيتش ستة شواق اشتغبين من الرجال ترمات الله يرحمه تعليق من سيف الطائق يقول هو أحزام البنطرون ما يلبس إنه بتريد يلبس أحزام الأمان أو ما يلبس صدقه والله صدقه يعني هو أحزام بنطرون ما يلبس تريد يلبس أحزام الأمان يعني عم فكرة علي يقول أفضل قرار من أجل سلامة الجنية والله علاء والله كتب أفضل قرار وفض الموضوع ما قاعد يحشش مثل ستة شواق وغيرها ألبس الأحزام والله صدق أفضل قرار خلينا نكون صريحين ألبس الأحزام والتزم أخي كافحات تزم أما تعليق آخر من تراوري أنا رح أقرأ بس الاسم الأخير ماتك لأنه أنت صفحتك موثقة بس اسمك أنا ما مقتنع بي أمينتا كارلين تراوري تمين تياهو شين هذا اسمك مين جايبة صفحتك ليش موثقة من يعرفك تثمين ما يعرفوك حالك من حالي أنه موثقين أكيد التبايق هي مية بالمية تمهكرها وبايق هي ماكو غير حل يقول يا أخي بالداخل ما يحتاج حزام الأمان طبقوه على الطرق الخارجية غير تحنط دا ألبس حزام الأمان أوه خطيئة يتحنط تتحنط دا تلبس حزام الأمان حضرتك ليش يعني شو شنو ليش تتحنط يا تراهو حزام رح ينقذك إذا صار حادث لا سامح الله ينقذك يعني تراهو المصلحتك مو المصلحتهم لبس الحزام ملتزم عندك فلوسه هواي وتريدك الساعة غرامة خمسين ألف هم قل لني حتى نسكت على قلت المصريين شد بلاستر اسمويتش يا مدرش اسمك على العموم هذا كان موضوعنا الثاني في فقرة فيس توفيس هو موضوع حزام الأمان والمرور اللي قام يركز على هاي المواضيع فيا حبيبي البس الحزام والله العظيم ما ظهر ركب شي خلي هذا الموضوع على صفحة نجي لآخر موضوع واللي هو موضوعنا الثالث في هذه الفقرة موضوع أيضا ترند شون الموضوع الموضوع عراقي بألمانيا مدتش لخمسة بالقطار عراقي بألمانيا مدتش لخمسة بالقطار والله فضحتنا بالله العظيم فضحتنا يعني صدق تحجي انت يعني ليش يا أخي أحسن والله السانة إذا أشوف ألماني أغطي نفسي وأعبر يا أخي ترى فشلتنا مدتش لخمسة مدتش لخمسة حتى صارت عركب حلقي وسحقت خمسة هذا هو الموضوع اللي انتشر بصورة كبيرة جدا عراقي في أحد القطارات في ألمانيا طعن خمسة أشخاص بالسكين فهنا ما أفعله؟ والله يعني ما رأتك خبار إيش أريد أتحدث فيه غير كلام بس ما أقدر هيئة الرقابة هيئة البعاء والاتصالات خافت باوع علينا يا يعني ليش ليأ يعني استولك حسا أكيد راح يجل تعليقات هاب نلملحة كفو والغيرة يا غيرة العراقية الذوك ضايقوك تعاركو يام بوكسات عم تعاركو يام ضربة كلة كمش ضربة كلة ستشين ومدتش لخمسة والله ما عدرش أقوله أصفن نحتي حلقات هذا أرقو سلطن مش أسوي خلنشوف الموضوع التفاصيل اللي انتشر بصورة كبيرة جدا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يقول اعتقال عراقي بعد طعنه خمسة أشخاص داخل قطار قرب مدينة آخن حتى قمت ما أقدر أحتي تعبت من وراك غربي ألمانيا خمسة أشخاص غربي ألمانيا في مدينة آخن طعنهم دتشهم بالستينة الله أكبر علي خلنشوا في التعليقات كرار يقول لا حوله ولا قوته إلا بالله العلي العظيم زين أعبر كرار سعود يقول تسكت يكت لك الضيم تسكت يكت لك الضيم تحتي قرائبك وجماعتك قاعدين ما عندهم شغلوا وعمل بس مراقبين تعليقاتك والله صحيح والله صحيح وهذا يعني لن أمارس حقي في التعبير صرت جواد الشكرتي اذكر يقول لن أمارس حقي في التعبير ولن يكون بوسعي سوى 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 يعني طب لو شايف هذا ينطيك لايك على التعليق يعني أنا شفتك شفتك لو هذا طب أجدتك رسالة بالخاص بالماسنجر سكرينشوت مع تعليقك كات شم سويت أنا معلق أنا بالفيسبوك والله ما هم سووا شي معلق تعليق بالفيسبوك شبيك ليش يشوي يعني ليش هالمراقبة يا أخي خلي الناس عدة حرية تعلق تبدي آرائها مراقبين التعليقات تعليق تعليق شفتك لو هذا يلطيك لايك لو يلطيك أبحكني يعني هاااااااااااااااااااا ترى أنا شفتك وقريت يعني شنو باتر ما فوت من يمك مثلا باتر ما فوت ما أسلم عليك تروا تعليق معلق الله يساعدك يا سعود أما تلظم يقول أبو الغيرة وين ما يروح مبيض وجه هنا مبيض وجهك لك داشش لخمسة بس شاتين مبيض وجهه؟ أبو الغيرة تعليق آخر من أجوادي يقول هذا ينطبق علي المثل هم نزل وهم يدبط على السطح والمثل اللي يقول يا غريب كن أديب صديقي والله هم نزل وهم يدبط على السطح يا غريب كن أديب عاشت يدك آخر تعليق من حمود يقول هذا عراقي أصيل استخدم أقصى أنواع العنف خارج بلده يمكن يمكن حن ويريد يرجع تنطن ترا لارا رارة شاعلق شاحت ياني ما arf في التعليقات لكم بالقطار مدتت لك خمسة والله فشلتني والله العظيفة شالتني ستست يعني سكون الموضوع يستاهل حتى لا أضعك عذر كنت مثلاً متجاوزين عليك متجاوزين على بلدك بايقيك أحبت المشاهدين أحبت المشاهدين عزيزي المشاهد خلي نروح الفاصل ونرجع لفقرة تريند تيوب والفيديوهات هو يحسن لأن أنا تعبت من هذا الموضع خلي نشوفكم بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر حياكم الله من جديد في فقرة تريند تيوب فقرة الفيديوهات أو الفيديوهات أو حسب ما يسميه البعض الفيديو خلي نشوف الفيديو حسب ما يسميه البعض الأول اللي هو طلق وعركة ومشكلة ويعني فيلم فيلم أجنبي في مدينة الصدر بسبب تاجر مخدرات اللقب ماته ما راح تشينه المنفع أقوله ألقوا القبض عليه وصارت مطاردة في بغداد خلي نشوف الفيديو ونرجع نسؤوله إبتالي مشكلة زوجنا شعر وعلى من المصطين والرغم من صحتنا وعلى اشتركوا في القناة نسواننا تاجر بالمخدرات وعدي نسلحة ظلمة مطاردات ياخي يدخل العراق صاير اكشن اكشن ما اقدر احكي ما اقدر احكي اريد كلام يعبر عن حالتي حاليا ما اكو غير بس انو انا هسا جعت هسانو جوعان عبدالتعاقل والله العظيم جعت من قد ما تعبت وحكيت مخدرات دراكس واسلحة هذا الفيديو قدامكم في احد مناطق بغداد في مدينة الصدر تم القاء القبض على تاجر مخدرات شهير ومعروف بس بعد ما اشبنا هذا المنظر الحلو شوفوا هي اكو يناس ما تحب تخلينا بحسرة انو احنا بس نشوف شغلات هاي بالافلام والمسلسلات والهذا لا تحب تعيشنا الجو الواقع مو بس نظري تطبيقي ايضا عملي لازم احنا نشوفه بعين نوع ونطبقه على الارض الواقع فهاي الناس ما تقصروا يعني يعني يلحقوا الامن الوطني لو الاستخبارات لو القوات الامنية هو بطلع اسلاحه و ضل يرمي ويتراموا اياهم خليشوف التعليقات شنو قالوا الناس حول هذا الفيديو طبعا شي يقول او شي تقول ضحى ضحى ابراهيم تقول غضب الله علي ليش غضب الله علي العراق باش مخدرات وقتل ونهب اريد نسمع خبر بي خير ماكو والله هي الخبر اللي بي خير ولو اكو خبر بي خير انا اكو خبر بي خير انا اكو خبر بي خير انا اكيد ما اطلع عنه لانه ماكو خبر بي خير حتى انا ضجت صرت سلبي من قد ما بس اطلع اخبار سلبية وتعليقات ومواضيع وهذا وحداث يعني الصديقان هم اريد لي خبر ايجابي مثلا مثلا زرعونا فد مليون شجرة بلنبار بصحراء الرمادي مثلا مثلا فد سوونا فد ناطحتين سحاب سوونا فد منتجع سياحي ايه والله والله تراها شوي هاي الخبار هاتفرح لا عبالكم فلّة تقول غدا سيتم الافراج عنه لان هذا هو قانون المطبق في العراق 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 مطبق خلي هذا الاسمايل اللي يبتي من الضحك ابو مصطفى المسعودي يقول ابو مصطفى طبعا ان ابو مصطفى انت مبين رجال شبير وعاش تيدك على التعليق بعد ما قال التعليق بس اطيتنا من وقتك وكمشت تليفونك وعلقت هذا التعليق لك جل احترامي مو جل ما الشعر حشاشة تاني جل ما الشعر يقول ابو مصطفى لماذا لا تلقون القبض على الممولين الكبار لذول عندهم حصانة دبلوماسية وهم اهل التشريع للمخدرات واحد يجاوبه ابو مصطفى ابو مصطفى المسعودي واحد يجاوبه ليش متلقون القبض على الاشخاص الاكبر من هذا التاجر والاشخاص اللي اكبر من هذني الفتيات لين مونسا اكيد فتيات هنا بعدين صغار واحدة موالدة 2003 واحدة موالدة 99 مدرج قد كانت موالدة 2003 موالدة 2003 كان السيراميكا استوى صاير كان استقبال مالتنا سيراميكا كانت ترسمي وزاهي واجرك ووزحلك هاي كانت لعبتي المفضلة واطلع بالحاية رأسي خشمين ضرب عادي هاي كانت لعبتي المفضلة كان عمره سبع سنين انت موالدة 2003 تتاجرين بالمخدرات شاقول تعليق اخر من شوقي ابو محمد اليوم كل الحجاج اليوم ابو مصطفى ابو شوقي اليوم كانت تليفونات وكله تعليقات يقول ان شاء الله القانون فوق الجميع ان شاء الله يا استاذ شوقي ليلة محمد تقول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل على كل واحد يتاجر بهاي الشغلات اللي دمرت العالم الله يحميني ويحمي اولادنا من شرها هذا تعليق ليلة على المخدرات اللي هو كان اخر تعليق في هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا ان شاء الله يلقوا القبض اللي ان شاء الله اي واحد يتاجر بالمخدرات يا اخي الجزائي الفيديو الثاني فيديو الصدمة فيديو اكو حملة لرفع التجاوزات انا بس خليش اشوفكم الفيديو ووراها عدي سوالفه هواي خليشوف الفيديو اللي انصاب بي احد الاشخاص اللي مسؤولين عن رفع التجاوزات خليشوف الفيديو ووراها نسولف لنعدي كلامه هواي اللي انترالى مساء الله سلا 새� critic سلا طبعا قبل كل شي أتمنى السلامة لهذا الشخص الشخص اللي طفرت عليه الحديدة وضربته بس يا حبيبي يا أخوان ليش يعني غير شفل هو شفل شفل هو جاي شيل بتشوفوه جاي قلب الدنيا قلب الشيل يلقاه غير تبتعد شاكوا توقف يمي شاكوا تتفرجون عليه يلا تفرج كتلك الفضول تفرج تروح أقف بعيد زين أنتو يا أمانة بغداد أمانة العاصمة أنتو من عندكم مكان بيتفليش أكو شي اسمه سياج أمني حتى له هذا الأصفر الشريط ماهو هذا ماهو جرائم أجيبه وأخلي أخلي كبوس ابتعد حبيبي ليش عندنا تفليش هنا ليش على مدى ما تتعور على مدى ما نشوف هذا الفيديو حسا أنا أتمنى هذا الشخص يكون بخير أتمنى من كل قلب لي أن الفيديو مؤلم جداً ومن يعني أصررت أن يطلع هذا الفيديو بس على مدى تواصل للرسالة ونحكي بهذا الموضوع يا أخي ابتعد يا مواطنيين نبتعد أنت يا صديقي يا أخوي يا أنت اللي صابت أنت وياهم المشكلة أنت وياهم المفروض أنت اللي تأخذ الناس وترجعون لي ورد هذا شفل هذا يشيل كل شي هذا شك قباله يشيله إذا أنت جاء تشوف يفلش ليش ما تبتعد يعني معقولة يعني الكيلة مال الشفل لحد يما كنت وقف تفرج عليه لا والله ترى هذا مو منطق يا أخي بتعدوا سوي مسافة السلامة والأمان يعني أنتم مسؤولين أنتم مسؤولين على هذا الشي فأتمنى ما نشوف هاي المناظر مرة ثانية يا أخي أخذ الناس وأنا إياهم أطلع أطلع أبتعد خلي الشفل يشوف شغلة خلى بالشفل يشوف شغلة جاي يهدم شغلات تجاوز خلي يشوف شغلة تبتعد أنت أخذ الناس وأروح أطلع على صفحة والله فيديو مؤلم يعني أنا أكثر من مرة عدت الفيديو على العموم خلي نشوف التعليقات شنو كانت يقول مثنى لا حوبة ولا يشورون ولا أكلاوات الأمر بديهي لمخالفة شروط السلامة والأمان ويفترض بهم يبتعدون عن محل التهديم مسافة مناسبة والعراق صار عشرات السنين يبقون بيه ووجوههم موردة لا بينت حوبة ولا أشارة ولا أكلاوات لا حوبة ولا أشارة ولا أكلاوات هو بس بالبداية قال لازم يبتعدون وهذا الشيء والله يعني والله أنا مقور عليك يا أخي غير تتأخذ الناس وتبتعد غير هو الصحيح علي يقول هسه كلها تقول شوروا بيه الفقراء لا أي واحد أي واحد يتكلم بهذا الكلام هذا إنسان ما احترامه لعديم الأخلاق لأنه التشفي مو 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 بديننا مو مو عاداتنا مو بأخلاقنا التعليق يقول لو كانوا عندهم لو كانوا عندهم إمكانية مادية لاشتروا شنو اليوم كلها اشتروا ممكان ايش بيه بيوت طابوا الكل والله تعليق كل اختام لهذه والله العظيم يا أخي والله جاي طلعنا أنا معرفة أقرأ رح أقرأ الكياب العامية هالمرة الخاطرك بس مرة ثانية اكتب تعليق عدل لو كان كل المتجاوزين من الطبقة الفقيرة يفترض ان هاي البيوت تدخل التصميم وتتطوب تدخل التصميم وتتطوب صحيح والله صحيح عاش تيدك بس لا تحاول تكتب فصيح تخطأ أخطاء نحوية وملائية وجاني العينتين بتجو أقراها وأطلعاني معرفة أقرأ ترجاك يا معرفش اسمك تعليق آخر من عزام يقول لحد يشمت بي هاي وظيفته ربيش فيه فعلا لحد يشمت بي هاي وظيفته جاء أمر انه ينفذ هو منفذ هو مصاحب قرار فاللي يتشفى به هذا عديم الأخلاق آخر تعليق من ضرغام الدراجي يقول الشفاء العاجل ان شاء الله كلها تتشفى به وبنفس الوقت يردون بلد خالي من التجاوزات كلام منطقي وعين الصواب هذا كان ثاني فيديو عدنا في فقرة ترند تيوب طبعا بعد ما عندي اي كلام حول هذا الفيديو رسالة وصلت اتمناها انه توصل اكثر واكثر بعد للناس المعنين الفيديو الثالث والاخير في هذا الفقرة قبل ان نروح الفقرة التويتات هو فيديو جميل جدا فيديو معبر بي من التبحية بي من الاخلاق بي من الرحمة والانسانية شيء الكثير مدرسة في تونس الشارع كل مي ان شاء الله طلابها على ظهرها وعبرتهم الشارع دعونا نرى الفيديو لان لا كلام يعبر بعد الرؤية ان شكرا م destو الحان هكذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وانه عنده مدرسة الف تحية لهذه الانسانة هي اعتقد الفيديو انتشر بشكل كبير جدا هي من تونس تحية له هذا الفيديو معنى الرحمة والانسانية هذا الفيديو المعبر عن كل الكلمات كل الاوصاف الحلوة اللي ممكن نحكيها تتجلب هذا الفيديو ما امل مننا انا كل ساعة اعيد الفيديو واشوفه عاشت ايدك وفعلا هذا الشي وهذا الفعل يعني كبير وإلا معاني هواي خلنشوف التعليقات شنو كانت حول هذا الفيديو تعليق يقول هاي مدرسة لو بروسلي الله يقويها صديق بروسلي تشيل على ظهرها وتعبر ما يهمها شي المهد تقول ما شاء الله ما اروع هذه المدرسة الله يحفظها ويكثر من امثالها اما نورة تقول الله يكثر من امثالها بس ليش النظرة السيئة على مدرسات العراق ترى الدنيا بها خير اضعاف الشر لكن الضوء يتسلط على السوء والسيئين وعمل الخير هو واجب وليس تفضل لأن هو هذا الفضل بالامتحانات الوزارية للسالس الأعدادي حتى مهفايات تشتغل وهذا واجب بس لازم نسلط الأنظار على الخير حتى نتعلم من البعض والله صحيح في وقت من الأوقات المدرسات في المدرسة كانوا يحففونا جبونا مي جبونا عصير في وقت من الأوقات من جنا ندرس وهذا الشيء موجود وبنفس الوقت تكون المدرسين اللي يضرب الطالب واللي يعنف واللي يعذب لو خلية قليبت تعليق من ميرا تقول تحية احترام وحب وتقدير هذا الموقف راح يظل عالق بأذهان تلاميذها طول العمر الله يحفظها بطبيع العمر فعلا يظل عالق بأذهان تلاميذها يتذكر أمرا صغير يتذكر مدرسة شالتها وعبرتها الشارع لأنه شارع كل مي لولو تقول الله مبادرة حلوة خدمة إنسانية وخلاص وخلاص وحبها للعمل وخلاص وحبها للعمل لو بالعراق ما يقدرون هي شيء بسبب الفقرات والانزلاق والكل انتهى بمفاصل هذا كان آخر تعليق عندنا في هذا الفيديو هل تقول كل من عندهم منزلاق ومفاصل حبيث المشاهدين انتهت فقرة الترند تيوب فاصل قصير ونروح لفقرة التويتات خليكم ويانا لحد يروح بعيد حياكم الله من جديد أهلا وسلم بكم في فقرة التويتات وفقرة التويتات عندنا بها موضوع مهم جدا الموضوع اللي راح نتكلم به هذا اليوم هو موضوع لمستشار بالأمن الوطني ومستشار لرئيس الوزراء اسمه مهند نعيم كتب مقال في صفحة الشخصية بالفيسبوك سيقول ليه جايبي بتويتر لأن بتويتر صارت الحملة قسم العراق على أساس أقاليم وكلام ومفردات سرحة تشوفوها ما أنزل الله بها من السلطان هو مستشار لرئيس الوزراء مستشار لرئيس الوزراء زين وأيضا مستشار بالأمن الوطني زين هذا الكلام اللي نشاره صارت عليها ضجة كبيرة جداً في مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمنها في موقع تويتر لذلك صار أكو هاشتاغ كبير جداً في تويتر وكان هذا الهاشتاغ هو هو ترند في موقع تويتر طبعاً ما يقبل يطلع الهاشتاغ ما عرف ليش رحنا على يوتيوب خلينا روح على الهاشتاغ تويتات ليش رجعت للفيديوهات ليش رجعت للفيديوهات الوطني وأيضاً مستشار في رئاسة الوزراء طبعاً هذا هو الهاشتاغ حاكم مهند نعيم انتشر بصورة كبيرة جداً في تويتر وكان بعدد تغريدات كبيرة جداً حسب ما شفته حاكم مهند نعيم تغريدات الهاشتاغ أمير فيصل يقول رادي كحلها عماها مستشار بالأمن الوطني يعني يحمي أمن العراق من الشمال إلى الجنوب ويدعي أن حسابه الشخصي بالفيس متهكر إذا حسابك ما عرف التحمي شلون تحمي الوطن يا الله صدي شون تحمي الوطن إذا حسابك ما قدر التحمي شون تحمي الوطن تغريدة من عباس يقول لا تبرر أو لا تبرر فأنت تنظر إلى الجنوب في هذا المنظور حتى وإن لم تنشر ما تطفلت به أما تغريدة أخرى أيضاً من دموع تقول كم سنة هو مستشار لرئاسة الوزراء ما استطاع أن ينشر أو يشير عليه بحل واحد من هذه الأقلمة تقصد على المنشور الذي نشره الأقاليم مجرد كلام فارغ والغرض تسليط الضوء عليها وإلا هو أيضاً له جذور في هذه الأقلمة ويعمل في حكومة بثقت من هذه الأقلمة حكومة اللغف هي تقول سمح حكومة اللغف تغريدة من آيات تقول من أنت تصنف كل محافظة وتسيئل ناسها لا تخلو أي محافظة عراقية من الرموز الدينية والعلمية بل حتى الأنبياء دفنوا في أرض العراق لكن أموال الحرامة التي تخم بها أعمت بصرهم وبصيرتهم فريد يقول محاكمة مهند نعيم واجب على كل شيء شريف أما أيضاً فريد الثاني فريد الشروق يقول مهند نعيم الكناني رجل مأجور من السفارة الأمريكية إذا مر تجاوزه هذا مرور الكرام فعلى النواب الشيعة السلام ننتظر الرد المناسب طبعاً التغريدات كثيرة في هذا الهاشتاغ وهو اليوم محظوظ محظوظ جداً لأنه تغريداته ما جاي تطلع العموم بعد ما انتشر الموضوع بصورة كبيرة جداً نشر هو على صفحته في تويتر يقول توضيح حام مجدداً نتعرض لحملة تسقيط مدروسة لتشويه صورتنا ولهذا نؤكد بأنه ليس لدينا أي انتساب إلى رئاسة الوزراء وليس لدينا أي وظيفة وعنوان هناك بل نعمل في جهاز الأمن الوطني يعني تليفونك ما قدرت صفحتك كروها تحمل أمن الوطني وفيما يتعلق بالمنشورة المنتسب لزوراً ونوه بأن حسابنا الشخصي على فيسبوك تعرض بالأمس إلى القرصنة طبعاً هذه الصورة وهاي الخارطة اللي هو قسم عليها العراق حسب كلامه أقلمه أقلمهن أقليم ما أقدر أتلفظ به نتشون لفظتنا أنا بالنسبة لي ما أقدر لأنه هاي تسيء إلى محافظاتنا أخيراً بعد كل هذا الجدل تم إقالة جهاز الأمن الوطني يسحب يد مستشاره مهند نعيم ويحيله للتحقيق حسب ما نشر في صفحات الفيسبوك أخذ جزاءه وتم سحب يده من استشارة للأمن الوطني طبعاً هو مو المستشار لا هو مستشار في الأمن الوطني أحبت المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم نشوفكم بالحلقة القادمة حتى ذلك الآن نقولكم في مؤلاء ترجمة نانسي قنقر